ما هي أداة الاسكول ماب وكيف ممكن نستخدم هذه الأداة لاختراق المواقع وسحب قواعد البيانات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً فيكم في مقطع جديد وأخيراً فأدري أني سحبة عارف هذا الشيء أدروني أعطوني مساحة لا بدل الله الفترة الجاية بحاول قدمها أكتر أني أنزل الفيديوهات بالنسبة للفيديو هذا هو شرح الأداة اسمها اسكيو الماب تخترق المواقع المصابة في ثغرة اسكيو انجكشن بالنسبة للفيديو مأخوذ من دورة اختبار الاختراق اللي أنا مسويها فقرة اللي هو الحق اليدوي تقدر تشوفها في الدورة بشكل مفصل بشكل كامل لكن أنا بالفيديو هذا ذكرت أكثر مرة عن الحق اليدوي لأنه قبلها أنا شرحت كيف ممكن تحقن بشكل اليدوي إذا أنت حاب تشترك في هذه الدورة أبد تواصل معي سواء في تويتر أو في تليجرام وبعد أعطيك التفاصيل اللازمة بإذن الله رح أعجبكم الفيديو بيكون بسيط لطيف خفيف إذا جاز لكم الفيديو بخليها سلسلة لشرح الأداب بشكل مفصل لا تنسى حبيبي إذا أنت من تمشترك اشترك في القناة الآن انزل تحت وضغط اشتراك وبرضو معك لايك كذا يلا اكتب كومنت وش خسران وش خسران ها وش خسران أترككم مع الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم في محاضرة الاسكيو الماب اليوم إن شاء الله رح نشرح الأداء بشكل مفصل بإذن الله لكن حاب أذكر نقطة بسيطة قبل لا نبدأ الشرح لهذه الأداء الأداء الاسكيو الماب تسوت أو موجودة ليش الأداء هذه عشان تسرع شغلنا الآن إحنا لو طبقنا الشيء اللي سويناه في الحقن اليدوي بشكل يدوي على كل المواقع لما نجي نفحصها عشان نلاقي ثغرة الاسكيو انجوكشن حرفيا بتطول ممكن تقع شهر لشهرين لأنه في مواقع رح تواجه خمسة لاف عشال لاف براميترز فرح تواجه جدا يعني صعوبة كبيرة جدا تمام ورح ياخذ وقت كثير منك وتجرب وتشوف وتفكر خلاص في أداء تسوي لك أوتوميت لشغلك تمام ففي مشكلة الاسكيو الماب مشكلتها أنه أغلب الشباب أو أغلب الناس لما يستخدموا الأداء هذه سواء تشوفونه في السوشال ميديا في تويتر في الإستجرام إلى آخر بحيث أنه أنا سحبت البيانات أو قواعد البيانات من موقع فلاني أنا سويت شيء فلاني أنا اخترقت الموقع فلاني عن طريق الاسكيو الماب هذولي نسبة كبيرة منهم يتعاملون مع أداء وما هم فهمين أي حاجة وهذه المصيبة في أي أداء كانت موجودة في أي أداء مرت علينا أو رح تمر عليكم مستقبلا لازم نفهم بشي السالفة لازم نفهم ليش تسوي كذا وكيف تسوي كذا وكيف أنا نسوي أصلا هذا الشيء بدل ما أروح والله أكتب أمر من أوامر الاسكيو الماب لأن أداء تعطيني نتائج تعطيني حرفيا هذه وضع الأداء لكن لازم نفهم ليش نستهدم الأمر هذا وإش اللي يخلي الأمر حقنا أو الفحص حقنا أفضل ويعطيه نتائج أكثر بحيث أنه لما نفحص إحنا في الاسكيو الماب رح نكون فهمين على بناء معرفتنا في الاسكيو الماب وستركشور وكيف نسوي التابلز زي ما تعلمنا قبل والاسكيو الماب انجكشن كاتغوريز اللي مش رحنا في السلادات وش هي أقسامها وش الأتاكس حقتها وش البيلوت المستخدمة برضو الحق نيدوي يوم مستخدمناها وطلعنا الدياتابيس طبعا هذه رح تكون عندكم يعني بعد معرفة المعلومات هذه كلها رح تكون عندكم يعني معرفة قوية جدا ويكون عندك أساس جدا قوي في ثغرة الاسكيو الماب فهنا أقولك أوكي خلاص يلا الحين انت فاهم وتبي تخلي شغلك سريع سريع بس أنصحك بداية طبق بيدك طبق الحقن اليدوي بعدين خلاص لما تكون تعارف وفاهم هنا أقولك لا استخدم الأداة فلانية اللي تسهل شغلك استخدم الأداة فلانية في الـ XSS لأن الـ XSS يوم تعلمنا إحنا تعلمني XSS أنه والله نفكر نشوف نحط إذا ظليت على براميتر واحد من براميتر الموقع وتحاول تفكر راح أضيع يومين ثلاثة أربع سبوع وأنت ما سوت شيء في الأسبوع هذا بإمكانك تفحص عشر عشرين ثلاثين موقع من ناحية الأدوات إذا أنت فاهم كويس إذا لقيت شيء مشبوه تعرف تتعامل معه بحيث أنك أنت تطبق نفسك هذا أو هذه النقطة اللي أبيوصلها لكم قبل نبدأ شرح الاسكل ماب الآن عشان نبدأ شرح الاسكل ماب نحتاج موقع مصاب ورح نشتغل إن شاء الله عن موقع اللي هو test php.volonhub خوينا تمام في البداية طبعا هذا النظام باروت نفس النظام الكالي أنا عندي مشاكل بسيط في النظام الكالي فأضطريت أن أشتغل البروت نفس الشيء الأداء نفس الموجودة عندكم ومثبتة إذا أنتم لا سمح الله في استخدام أي نسخة جديدة تابعون تسوي install اسكل ماب تقدرون تسوي install لملف ملفات القيت هوب زي ما كنا نسوي قبل طيب الآن خلينا نشوف أمر من الأوامر المهمة في كل أداة في كل حاجة تابعي تعرف عنها معلومات تمام اللي هي man man وش تسوي بحيث أنك تعطيك description and documents حقة الأداة أو حقة الأوامر نفسها حقة أوامر لينكس فمثلا لو حطينا screen map هنا وش رح يعطينا رح يعطينا description كامل وعلى كل جزئية وش هي وش تسوي شرح لها تمام بدنا الله يعني رح نمر على أشياء المهمة هنا ورح نفهمها ورح نطبقها مع بعض تمام طيب man خلي أخويك man هذا خلي أخويك أي وقت تحتاجه man هذا ودي بتعرف والله أمر والله وش يسوي خلاص man لو قلنا man للس للس وش هي للس يطلع لك ملفات مصحي قلنا للس لو قلنا للس يطلع لك ملفات للمخفية طيب وش دراني أنا وش حرفني man للس شفو يطلع لك هنا A مثل ما نشوف هنا ignore تمام وهنا من A capital وش يتسوي author أشياء كثيرة وتفاصيل كثيرة وهذه من أهم الأشياء اللي لازم تتعامل معها في نظام linux نفسه تمام طيب خليني نشوف أداة SQL map تمام لما نحط enter يقول لا استخدم أحد الأوبشن الموجودة D U L M R Q إلى آخره وش تابه تستخدم أنت ما تجد تسويها بهذا الطريقة الحين إحنا عندنا موقع مصاب بس خليني نقفل هذه البروزر أو الترميل أوكي روح نخش على الارتست مثلا ونقول والله هنا ب الارتست تذكروني يمكننا نطبك الحقن اليدوي هنا وعرفنا database وعرفنا columns الموجودة كل حاجة طبقناها نفس الشي بيصير بس رح نستخدم أداة SQL map SQL map بعدين نحط dash U تمام dash U اختصار لURL بحيث أنك أنت تحط الرابط أو المكان اللي انت شاك فيه ممكن فيه يعني تغارة SQL injection فتجرب والله هل فيه فعلا ولا ما فيه تمام فقبل نضغط الenter في حاجة أبي أشيك عليها قلنا في المواقع تستخدم مختلف DBMS تمام database management system ف DBMS مختلف عن أي موقع مثلا أنا موقع استخدم MySQL والموقع الثاني استخدم SQL الموقع الثالث استخدم Oracle الموقع الرابع استخدم SQLite على حسب النظام والstructure حلقة database لستخدم تمام فمثلا خنشوف الموقع هذا وش يستخدم وش نظام DBMS حقه تمام فرح نستخدم dash dash banner البanner يقول لك يا طويل العمر عطني هو في أي database وش هو أي database management system تمام فنضغط enter ونشوف وش اللي جامعنا طبعا في حاجة بسيطة أنا بسويها وبوقف البرنامج تمام لأنه أولا الخط كبير ثانيا في حاجة بسيطة ثانية بس خلينا نشوف على السريع على السريع كيف بدأ الاسكين ماب يشتغل الآن في الاسكين ماب لازم نعرف بين الأقواس هذه مثلا info بمعنى أنها معلومات information تمام والله يقول لك في السطر الثاني اللي هو السطر هنا الأول واحد في الدقيقة فلانية سوى testing عطيتها يقدر يوصل لها ولا لا تمام بعدين ال information الثانية يشيك هل الموقع فيه واف IPS يعني أحد من الفيروز الموجودة ولا لا برضو هنا يقول لك يسوي تست على target URL إذا كان الاتصال تمام ولا ما هو تمام ولا يتصل لآخر طيب الشي اللي همنا غالبا في الاسكين ماب يعني ال information اللي يقول لك والله أوكي ترى الهيريستيك basic test شون the ticket parameter اللي هو artist اللي سوينا إحنا في الفحص لو شفنا هنا إحنا الparameter artist يقول لك هنا بعد فحص أساسي وباسي شفنا إنه الارتست ممكن إنها مصاب بثغرة SQL injection might be injectable تمام بعدين يقول لك هنا possible ممكن إنه DBMS حقه ما يسكل طيب في حاجة في الاسكين ماب يسألك أسئلة هل تبي تسوي كذا ولا هل تبي تستخدم كذا ولا هل تبي تحط هذا الشي ولا طيب أنا كشخص جديد ما عرف استخدم وما عرف القرار الصحيح في هذه الحالة في أمر رح يستخدم لك default answer بمعنى إنه والله default answer أو الجواب الأساسي أو الجواب اللي هو المتعرف عليه واللي يفضل إنك تستخدمها تمام؟ يعني مثلاً يقول لك من أحد الأسئلة يقول لك أنه أن الباك اند هو الميوسكيل هل تريد أن تسكيب بلود خاصة لدبمس هل تبي تسكيب تست للبيلود للدبمس الثانية تبي بس الميوسكيل عندك y capital وعندك n طيب أنا لما أصغر طبعاً نوحي خطف السؤال و أنا عارف هذا الشي بس أبي وقف اللحظة أوكي سويت كثرة تمام؟ خلينا نحذف ونجي من جديد ونستغل بحاجة اسمها dash patch dash dash patch dash dash patch هذا يخلي أوكي أي سؤال يواجهك يا أداة SQL Map أبيك تجاوبه لي أبيك تجاوب default answer تمام؟ فنضغط enter وشوف وش رح يطلع منها طبعاً من جديد يشيك يشوف وش هو اللي URL ورح نشوف وش السؤال اللي جاوبه طبعاً رح نشوف أشياء قاعد يستخدمها طبعاً في الSQL Map يسوي أشياء ولازم نفهم وش اللي يسوي عشان يعني كل اللي نستخدم في الSQL Map نعرف نستخدمه ما هو والله خلاص أشغل الأداة وما أفهم وش اللي يصير تمام؟ طبعاً هو الآن قرر بيخلص أوكي خلينا نرقل من فوق ونشوف يش سواه بشكل سريع طبعاً أول تقيباً ستة سطور هذا شفناها بعدين يقول لك هنا جاك السؤال تخبروني يوم سألنا السؤال وش قال هل تريد أن تسكب تيست بيلاد سبيسفك فأختار الديفولت أنسر اللي هو واي شوفون هو واي هذا قالك هو واي بعدين سأل سؤال ثاني هل تبي تسوي انكلود التيست كلها الميوسكيل الموجود الليفل 1 والريسك 1 فاليوز سوى واي تمام؟ وبعدين والله برضو في الانفرميشن لاحظوا كلها انفرميشن بعدين قال أنا والله بسوي تيستنج على الاند بولين بيست بلايند تخبروني يوم سوين احنا او جربنا بولين بيست بلايند اتاك اللي هو اور واند والآخر هنا قام يجرب مثلا تشوفون كلها تستنج كلها يجرب هل الداتابيس الميوسكيل هل هي خمسة الفيرجن حقها خمسة بويند خمسة واكثر ولا لا هي على حسب انه اند ارور بيست وير هافنج ارور باي الاخري الاشي اللي استخدم تمام فيجرب هل هي خمسة بويند سبعة والثمانية موين راحب هنا اوكي ماليش تمام فيجرب يجرب يجرب لين وصل هنا يقول لك اوكي هل هي هو خمسة زيرو اتناعش ان تايم بيست بعد يقول او صار هنا اللون اخضر فاتح اوكي قال get parameter artist appears to sql يقول لك البرجن حقه او ظهر لي البرجن حقه هو خمسة دوت صفر دوت صفر ناعش البرجن حقه او اكثر اللي استخدم هو time-based plan query sleep تخبرون يستخدمنا sleep في ال query او time-based plan attack يوم نستخدم sleep انو والله اوكي ابيك تسوي query وتسوي sleep يعني لا تعطيني الصفحة الا بعد خمس ثواني او لا تعطيني الصفحة بعد عشر ثواني هو استخدم يقول اوكي ترا هو مصاب في الحين هو time-based blind query sleep تمام طيب تخبروني يوم قلنا احنا في اللي هو في الحقن اليدوي تمام قلنا نبي نجرب columns او اللي هو الاعمدة المصابة تخبروني منحط 1 2 3 4 5 7 8 9 10 12 12 13 14 14 14 14 14 15 15 15 16 16 16 17 18 18 18 18 18 18 19 20 20 20 20 20 21 20 21 21 21 21 20 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 هل تريد تسوي 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 تباقي البراميتر الموجودة ولا لا فالدفولت انسور الشو ان نو يعني لو سمحت ما بي بعدين اوكي اعطاك الريزولت وشتقالك الملخص او السمري حق اللي طلع قال لك هنا البراميتر اللي هو الارتست استخدم مثود GET قال والله ترى النوع هو بوليان بيست بلايند طيب تخبروني مقلنا احنا OR واند و الى اخره اول اللي هو ش اسمه البيلود مستخدمه يقولك هنا عنوانه اللي هو اند استخدم اند بوليان بيست بلايند wear or having close بحيث انه يستخدم على ال true وال false condition طيب البيلود وشو البيلود قال والله الارتست واحد AND سبعمية ومية وواحد أربعين وسبعمية أربعين طيب خلينا ننسخ هنا على السريع على السريع ونروح الى هذا المكان فنجي هو واحد صح نلسق هذا هو حرفيا البيلود الاستخدام لنحط انتر ما صار شيء لكن لما نحط هنا خلينا نكبلكم من الشاشة انتوضح لكم تمام فلما نحط هنا مثلا عبارة AND يعني انه هذا الصح وهذا الصح لازم تمام فلو مثلا قلنا سبعمية واحد أربعين او تمام واحد أربعين يساوي سبعمية واربعين مستحيلة اولا نقول واحد يساوي سبعمية أربعين هل هذا منطقي لا مو منطقي خلو نشرح طلعنا فراح اللي هو المحتوى استخدم البيلود استخدم AND وعرف انه والله ترى ممكن انجكت بوله عن طريق بوليان بيس فلما نرجع الاسكي الماب والله استخدم واستخدم الهو الان طيب الشي الثاني وش اللي لقى قال طيب احنا لقينا ترى time based blind ترى لقينا time based blind attack تخبرون الاتاك لما نقول هي على حسب الوقت لما نحط sleep ويسوي response او يعطينا الصفحة بعد خمس ثواني يعطينا الصفحة بعد عشرة ثواني حرفين هو نت تمام ما في اي delay ما في اي تأخير منت لكن احنا ارسلنا الرسالة الى الاتابيس وقلنا لا وقف ابيك تعطينا الصفحة هذه بعد خمس ثواني او عشرة ثواني خليني نشوف البيلود وش يقول استخدم الهو البراميتر الارتست وقال واحد بعدين قال and و ابيك تفتح قوس و تسكر قوس ابيك تكتب select و تسوي select الى الرقم هذا 6412 من من و شو فتح قوس و سكر قوس هذا هو قوس سكره و هذا قوس الفتحه بعدين قال ابيك تسوي select select الى ايش فتح قوس و سكر قوس وش سلكت لسليب ابيك تسوي خمس ثواني بعدين كتب nbqz داخل اللي هو سلكت هاري طب خلينا ننسخ اللي كده بضب و نشوف وش رح يصير في الموقع هل فعلا اللي سواه و جربه هل فعلا في شيء ولا ما في شيء فنجرب نتظر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة و سوى الموقع حرفين ترى انا ما عندي مشكلة و حدفنا هنا سوى انتر رح يعطيني صفحة لطول لكن قلنا لحنا سوي select لو سمحت عشان بس نوضح لكم هذا هو حرفيا تمام هنا فتح هنا هنا فتح هنا قفل تمام بعدين قال اوكي ابيك تسوي select على الرقم هذا من وشو ابيك تسوي هذا تفتح القوس بعدين ابيك تسوي select الى ايش ابيك تسوي select لهذا الشي ابيك تسوي select لهذا query طيب وش هو اللي هو sleep sleep وشو لازم نفتح قوس ونفتح قوس اللي هو sleep 5 فلما نحط من جديد هنا نحط enter واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ورندر معنا الصفحة في معنى انه لقى يعني ثغر الاسكنجيكشن والاتاك حقه والتايب حقه اللي هو time based blind attack طيب يقول ترى اللقيت شيء ثالث برضه وش الشيء الثالث يقول ترى انه type اللي هو union query تخبروني هو union query ومستخدم select ثانية الى اخره طيب هنا ايش يقولك يقولك انا هنا سوى union query null الى ثلاثة كيف يعني ثلاثة كيف يعني ثلاثة كيف يعني ثلاثة سريع بعدين نقول والله select وش عطانا قال ترى الكلام الثاني والكلام الثالث ترى يعني injectable او مصاب بس ترى حرفيا نقدر نحط المكان بين ثلاثة فنقدر هنا نكتب null capital او نكتب null small فراحطينا فاضي شوفوا اعطانا فاضي تمام يعني سوى هذا شيء او اعطانا result طيب هو وش سوى هنا في الاسكي الماب قال هنا ترى لقيت الثالثة كولمم يما نسوينا احنا order by 2 عرف انه ثالثة كولمم وبرضو الادات عرفتن ثالثة كولمم قالت اوكي وش البيلود الاستخدمة قال artist سالب 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 نفس الكلام سالب اوكي يونين اوكي يونين ابيك تسوي اول سلكت تمام بحثنو شو ثلاثة مسافات واحد اثنين ثلاثة بس وش كتب هو الرقم واحد كتب 0 الرقم اثنين كتب 0 ورقم ثلاثة كتب كونكات كونكات مرت علينا قروب كونكات يوم احنا كنا نبين سوي value او نستخدم فهو يستخدم والله قال انا بجيب ثلاثة اشياء اول حاجة اللي هي الهكس الاولى بعدين فاصلة بعدين ثاني حاجة بجيب اللي هي الهكس الثانية بعدين فاصلة بعدين الهكس الثالثة لان هو على حسب هو ثلاثة هذا الطريق هو البيلود هذا هو الاسكيل الماب عنده لستات كثيرة بيلود ويستخدمها فهو عرف انه البيلود فقام يجرب البيلود حق البيلود واحنا قلنا دائما عشان نعرف ونضيق ان الطاق حق الموقع انه نعرف نستخدم البيلود المناسب مع الدياتابيس اللي نتعامل معها لازم نعرف وش هو الدياتابيس فهو عرف الان هو الـ تمام؟ طيب بعدها داش داش والله يسوي خلينا ننزخ كل هذا ونروح الموقع عادي وش ورانا؟ احنا نبي نفصل بك الحاجة مو قلنا نحن نبي نفصل بالاسكين ماب يلا شورانا؟ نحط لازم كتب اشياء كثيرة مرة مرة اشياء كثيرة طيب اش رايك هنا سالب هنا نحط سالب واحد ونشوف يرحط له معنا مثل ما تشوفون هذا الرزولت الحسب اللي هو الحسب الهكسي اللي هو حطاه لو هنا حطينا 0 حطينا هنا رقم 2 ونل الأولى حطينا هي ما ليش؟ رقم واحد شوفوا؟ هذا رقم 2 تمام؟ ورقم واحد فالمصاب 2 و3 لو مسحنا كل الكونكات هذه كلها وقلنا والله رقم 3 وش رايح يصير؟ رقم 3 فهو المصاب وهو كونكات جابه قيمة المشوين هذا هو اللي سوا في الاسكين ماب وقال لك اوكي ترى لقيت ثلاث طرق اللي حق الاسكين انجكشن عن طريق البولين بيس بلايند وعن طريق البولين بيس بلايند ونوع ثاني التام بيس بلايند ونوع ثلاث اليونين كوري طيب بعد ما عطاك السيموري وبعد ما عطاك الملخص تمام؟ قال لك هنا وشو؟ انفو بالاخضر يعني لازم ننتبه لأكثر اوكي؟ الاخضر فاتح تمام؟ يقول لك هنا The back end DBMS هو ماي اسكيل ترى الباك اند المستخدم و ال DBMS حقه هو ماي اسكيل ممتاز جدا ممتاز عرفنا يعني رح نستخدم البيلوت حقه ماي اسكيل طيب نشوف هنا وش يقول يقول لك الوب سيفر اوبرايتنج سيستم الاوبرايتنج سيستم او نظام المشغل يعني مثل ويندوز لينكس ماك او اس فيقول لك النظام المشغل حق الموقع هو لينكس و النوعه يبنتو تمام؟ بعدين قال لك الوب ابليكيشن تكنولوجي التكنولوجي مستخدم ووب ابليكيشن قال ترى يستخدم نيجيكس وهذا الفيرجين حق نيجيكس و برضو يستخدم الباك اند بي ات بي وهذا الفيرجين حق البي ات بي واه كل هذا السكيل ماي بطلع ايه كل هذا السكيل ماي بطلع طلع لك معلومات هذي ها كلها اند المشغل تمام؟ طيب بعدين نقول لك هنا back end DBMS الاوبرايتكن سيستم مثل ماي قال لك هو لينيكس يبنتو طيب البانر تخبروني ما احنا استخدمنا البانر وشو البانر وشو البانر وشو البانر هذا وشوف الفيرجين اللي هو ثمانية بوينت زيرو بوينت توتو داش يبنتو بعدين زيرو عشرين اربعة اثنين هذا هو الفيرجين او البانر حق الا الا الديميس نفسي حقه فمعلومات هذي كلها طلعتها من امر واحد بس طيب اذا انا مني فاهم اصلا وشو الاسكيل ماب ما كنت افهم كل المعلومات الثرية هذي اللي طلعتنها طلعناها بكم دقيقة والاشياء عشان نجربها ونشوفها يبينا ربع ساعة او ثلث ساعة ممكن الساعة عشان ممكن نستوع بانه فيه ثلاث اشياء طيب نمسح نرجى فوق طيب فيه امر ثاني الامر الثاني هو طيب انا لما ابي افحص بالاسكيل ماب في الموقع فلاني ما بي الموقع يبلكني هذي من احد المشاكل اللي راح توجهه في الاسكيل ماب طيب انا ما بيبلكني انا ما بيبلكني ابي اتخفى سلام عليكم فيه حاجة يستخدمها الاسكيل ماب بحيث انه كل رسالة يرسلها للسيرفر راح يتغير اللي هو اليوزر ايجين عشان نستخدم هذ الامر بكل بساطة داش داش راندوم ايجينت متاز نضغط انتر وش راح يطلع معنا طبعا على طول طلع لنا الريزولت والريزولت نفسها لكن فيه حاجة واحدة تغيرت انه الرسالة اللي ارسل للسيرفر في يوزر ايجينت مختلف وش اليوزر ايجينت ياسر اوريكم الان هو الان يقول لك نرجع فوق اول ما بده يقال لك هنا فيتشنج راندوم ايش تي تي بي يوزر ايجينت هيدر فاليو لكن ما تدخل موقع انت فيه نوع النظام نوع الجهاز حقك طيب خلينا نروح هنا ونقول لما نشوف في النتورك واليوزر ايجينت لما نحدث هنا نبي نخليه واحد طبيعي ما عليش واحد اوكي انتر هاده الموقع طبيعي راح نشوف في حاجة اللي هي يوزر ايجينت يقول لك يوزر ايجينت حقك هو ويندوز تمام ويندوز انتي عشرة قيكو والاخر فايرفوكس فيقول انه هذا الانظام هو ويندوز والله ما هو ويندوز تمام فالسكيل ماب اللي تستخدم هنا راح تستخدم انواع انظمة مختلفة بحيث ان يقول الله انه انه اندروز ولانه ترى الجهاز اللي يستخدم ويدخل الموقع الان ويفحص ويسوي الامر هذا هو اندروز بعد شوي يجيه ايفون بعد شوي ويندوز بعد شوي لينكس فبرض البراوزر يختلف فهو استخدم انه يقول الله موزلة تمام بعدين قالوا والله انه قالوا والله انه يستخدم فايرفوكس الى اخره طيب انا ملقوف انا ملقوف ابي اشوف ويندوز القائمة اللي ياخذ هالسكيل ماب كيف على اي اساس شوفوا الان هنا يقولك فرون فايل الفايل هاده يوزر شير اسكيل ماب داتا تيكست يوزر ايجين دوت تيكست تمام نيجي هنا نقول كترل شيف تي راح يفتح هنا الصباح جديدة نقول سي دي تمام نيجي هنا للتكست نتاس نسوي الاس راح نلاقي بعض الوردلس فراح نلاقي يوزر ايجينت تمام بكل بساطة بكل بساطة بده ما ندخل وحوسه عشان بس اسهل لكم الموضوع تمام نقول كات كات يعني اقرى الملف لو سمحت هاذي يوزر ايجينت شوفوا كل اليوزر ايجينت الموجودة في الملف شوفوا ويندوز 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 فشوفين ابل شوفوا كلها اشياء مختلفة وتخلي شوفين لينكس الى اخرى هذا اللي يقرأ منا الاسكيو المات بحيث انك انت لو عندك مثلا اداء مستقبلية تبي تستخدم يوزر ايجينت الاخرى هذا احد الملفات المنتازة اللي راح تحتمد عليها تمام بحيث انك لو تبي تسوي اداء مستقبلية وتبي تحتاج مثلا لسته من لستات اليوزر ايجينت هذا ملف ممتاز عشان تبدأ فيه مشروعك خلينا نرجع للريزولت وشوف قال والله استخدم هذا الملف واستخدم هذا يوزر ايجينت شكرا 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 اشتركوا في القناة